واضحة عندها لأن الموضوع ده قرار سيادي لازم نستوعبه ولازم نكون واضحين كوزارة رياضة احنا بنتحرك وبنضغط وبنشتغل على عودة دورة عام طريقه ده الحقيقة يتقرر الأمن أو وزارة الداخلية والحقيقة الدولة لازم نكون واضحين وليس مسؤولية وزارة رياضة بشكل معين لنم مسؤوليتها في أن أنا أوضح معلومات دقيقة أوضح حجم الخسائر الفادحة الموجودة في مجال الاستثمار في مصر في مجال الرياضة حجم العبء الكبير جدا على المؤسسات الرياضية والخسائر فلستك خطبت كل من وزيري الداخلية والدفاع بشأن عودة الدورة؟ طبعا بس وزارة الدفاع مشان نكون مستوعبين هي بتتكلم في جزئية المنشآت اللي هي الملاعب اللي احنا الحقيقة حددناها وهم ما كانوش معترضين بالعكس وهم كانوا موافقين ومتفقين معنا وبعت لنا الحقيقة جوابات رسمية وممكن احنا خطبنا بيع الاتحاد المصري للكرة القدم كان بمدة 3 شهور ممكن احنا طلبنا انها تبقى 6 شهور لحد لما نخلص الاشتراطات بتاعت النيابة العامة قالوا انها هندهلكوا 3 شهور وهنجددها لكم لما الحقيقة فجيئنا احنا نفسنا كمان بمخطبط الاتحاد لوزارة الدفاع بدون اي سبب وانه الخطاب كان واضح ان يوم 18 عودة الدوري فطبعا يعني هم اعتذروا وقالوا يبقى احنا بنلغي الموافقات دي انما اعتقد مع اليومين الجايين دول الحقيقة احنا بنعمل اتصالات واعتقد يمكن انقلت نصور الحقيقة لما علي وزير الدفاع الحقيقة هو مستوعب مدى اهمية عودة الرياضة في مصر من خلال الدوري العامة انما ربنا سهل يعني وزارة الداخلية نشوف الامور الفترة الجاية عاملت زي في حالة الغاء الدوري ما هو البديل من وجهة نظر المصر العامل فالوق وزير الرياضة بص هونا المرادي الوضع مختلف لان انت كنت ممكن على فترات تأجل وكنت ممكن على فترات تقول الفترات الجاية ممكن استنى شو هي استنىها مستشار يوم اشوف الزروف الامنية الناحي انما المرادي الوضع مختلف المرادي المفروض الامور تبقى حاسمة يعني واضحة من خلال الدولة اما ان فيه دوري او مفيش دوري لان مفيش دوري بقى بالفعل هتتعلن للانديه هزا الكلام والانديه تبتدي تشوف ان كزا العيبة ديها تقدر تعيرها خلال الفترة الجاية وتستثمرها وعلى الاقل يعني تحاول على قد ما تقدر ان هي مسلا ان يجي لها بعض الدخل المادي ليقدر يخليها تكمل انما جزئية ان احنا نفضل كده اعمالين نأجل 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 بلا هدف اعتقد ديها تبقى مشكلة لان خلاص احنا دخلنا في الريد لاين زي بقوله الخط الاحمر يعني يعني بعد شهر واحد ما شابه فيه قيد ولا تسجيلات للعيبة فهيبقى صعب هل عودة الدوري مرتبطة بالحكم في قضية بورسعيد لا مرتبطة بالامن دي حقيقة لازم يكون واضحين ان الامن مستهلك من المشهد السياسي مستهلك من كم الضغوط اللي عليه مستهلك من كم الحسابات الخاصة الحقيقة مضغوطين هم ضغطة قم ده جيد اشتركوا في القناة